في موضوع آخر تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم الثاني عشر على التوالي إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في كل من سوريا وتركيا والتي تأتي ضمن عملية الفارس الشام الثنان حيث بلغ عدد الرحلات إلى سوريا ستا وسبعين طائرة شحن محملة بمواد غاثية تزن ألفين وخمسمائة وخمسة وثلاثين طنا إلى جانب اثنتين وأربعين طائرة شحن محملة بثمانمائة وأربعين طنا إلى تركيا يصبح إجمالي عدد الرحلات مئة وثمان عشرة رحلة تحمل على متنها ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعين طنا من المواد الغذائية والطبية وخيم إيواء حتى هذه اللحظة وتستمر فرق البحث والإنقاذ الإماراتية في مساعيها لإنقاذ العالقين تحت الإنقاذ من خلال أجهزة ومعدات نوعية في مجال البحث والإنقاذ